هي عملية أنه يجيك واحد يقول لك أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب دع المستقبل أنت الآن قبل شوية يعني الكلمة هذه على طول جات في بالي هي عملية أنه الشخص يجي يقول والله أنا المستقبل ما راح أفكر فيه ولو جاء شخص تاني وخطط قال يا عمي بلهم ليش تخطط في فرق بين التخطيط و أنك أنت تكون قلق من المستقبل صح أو لا؟ صحيح فرقي كبير القلق المستقبل اللي هو future anxiety و طبعا أجرت عليه كثير أبحاث و رسائل ماجستير و الدكتوراه عندنا في الجامعة ناقشها هنا أجرت عليه كثير من الأبحاث لأنه فعلا يأثر على سلوك الناس و يمرض الواحد و هو لسه ما عاش عمرا يعني لو أنه عاش الخبرة كان هو يمرض قبل ما يوصل للخبرة طبعا هذا خطر لها عدة أسباب يعني أول شيء التشاؤم الثنين أن يتعلم القلق من الأسرة أمه دائما متشائمة أخواته دائما متشائمين يجلس في مجالس ما يتكلم ولا بس يعني بدلات إن شاء الله يعني مدري إيش حيصير يعني ياخذ شحنات سلبية من هذا شحنات سلبية و من هذا شحنات سلبية و من هذا شحنات سلبية و يصير يفكر بشكل سلبي و بعدها تنعكس على سلوكه تنعكس على نفسيته تنعكس على زوجته و أطفاله و أبناء و بناتها و هو حيدفع الثمن قدر المستطاع يعني الواحد مو بس يفكر بشكل إيجابي يتجنب المثبطين يتجنب المحبطين يماشي الأشخاص الإيجابيين يتفاعل يتعلم من الأشخاص الإيجابيين يعني و يتجنب المحبطين قدر المستطاع من رافق السعيد سعد أنا شهد و من جاور السعيد يسعد طيب طيب